أول حتة بيبان عليها الإرهاق والتعب وهي أول حتة في وشانة العنين العنين دايماً بيبقى فيها مشاكل سواء هالات سودة سواء انتفاخات تحت العين بعد سن معين سواء تراهل في الجفن العلوي أو في الجفن السوفلي ليه اتنين ايه أحدث الكورسات اللي عندكم اللي موجودة نحن نقدر نعالج بيها كل المشاكل دي فعلاً زي ما انت قلتي منطقة العين هي بتعكس سن أو بتعكس إجهاد أو إرهاق الشخص أول ما حد يشوفك انت مش نايمة كويس انت ليه موجودة انت ليه مرهاقة أول حاجة بتنعيك اسم الموضوع ده هو عن منطقة العين منطقة العين فيها مشاكل كتير منطقة التجويف ما تحت العين هالات تجعيد تعبيرية أو تجعيد خطوط سبتة في منطقة حوالي العين على حسب المشكلة اللي عندنا نقدر نعالجها لو أولاً هي هالات أو تجويف تحت العين أو منطقة غائرة تحت العين إن عاملالي ظل إن المكان غامق دي بنعالجها عن طريق حق انفلر أنا عندي تجويف عامللي ظل إن المنطقة غمق فبالتالي لمح انفلر التجويف هيروح فالظل هيروح ودي تعتبر أفضل أنواع الهالات اللي بتتعالج يعني لو أنا عندي تجويف هيروح في ساعتها فالهالات هتتعالج أصحاب الهالات اللي من نتيجة التجويف أو التيرتراف دي الناس محظوظة ففي دالس واحدة ممكن إنها تروح تماما في الصورة دي باينة دي كمان عندها تجعيد حوى تحت منطقة العين زي ما أنا تمالي بقول أنا لو جبت ورقة والورقة دي مفروضة هتلاقيها بتلمع الورقة دي لو أنا جبتها وكرمشتها هتلاقيها بدأت تبقى بيل بدأت تبقى فيها كرمشة بدأت تبقى صمرة شوية أو مغمئة شوية عن اللون الطبيعي بالضبط كده منطقة تحت العين لو هي مفروضة تماما هتعاكس لايت أو هتعاكس مدارة أو هتعاكس سن أصغر منطقتها تحت العين لو فيها تجعيد أو فيها خطوط دي تجعيد بالضبط دي تجعيد فوق العين والصور اللي قبلها كانت تجعيد تحت العين فوق أو تحت العين أو في الجفن العلوي أو في الجفن السفلي دي بتدي سن أكبره بتدي إجهاده بتدي إرهاق حالات كتيرة جداً كمان بتكون مرضية خصوصاً في الجفن العلوي بتلاقيها تيجي تقولي يا دكتور أنا عندي جلد كتير قوي ما بعرفش أشوف أو رؤية عندي بتضيقني فوتر أرفع إيدي أرفع حواجبي وأنا بشوق وأنا باجي أقرى عشان خاطر أشد الجلد ده بالضبط أه عشان تشد لها الموضوع ده الحالات دي من علاجها عن طريق جهاز كنا زمان نقول لها روحي أعملي عملية جراحية عشان نشد الجفن نفتح ونشد المنطقة الجلد الزيادة وننتزل إحنا نخيط دلوقتي لأ أنا أقدر الجلد الزائد ده أعمله إنكماش أو أقلل الجلد الزائد جلسة في جلسة